أعلم بحضراتكم من جديد طيب قبل ما أدخل الترند المحلي عندي خبر عاجل في هذه اللحظات زي ما أنتم عارفين مباراة المريخ السوداني والأهلي كان محدد لها منذ فترة هتتلعب على استاد الجوهر الزرقاء يوم السبت الساعة 3 العصر قبلها بيوم كان يوم الجمعة كانت مباراة الهلال أو هتكون مباراة الهلال وسانداونز وكان محدد لها الساعة 6 مساء وحصل اتصالات عديدة خلال الفترة الأخيرة تب ازاي الأهل يلعب العصر وليه الهلال يلعب قبلها مع سانداونز الساعة 6 بعد إقامة مباراة السودان مع جنوب إفريقيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس الأمم حصل التقارير من خلال مراقب المباراة تم رفعها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاقرار بأن الأضواء الكشفة في ملعب الهلال ملعب الخرطوم أو ملعب الجوهر الزرقاء لا تصلح لإقامة أي مباراة في المساء وعلى هذا الأساس حصل تحركات في الساعات الأخيرة من قبل الاتحاد الإفريقي وبعد الاتصالات من قبل الاتحاد الإفريقي مع نادي الهلال ونادي سانداونز تم الاتفاق على إقامة مباراة الهلال وسانداونز يوم الجمعة الساعة 3 العصر ومباراة المريخ والآهلي هتكون أيضا يوم السبت الساعة 3 العصر نظرا لأن الأضواء الكشفة في هذا الملعب لا تصلح لإقامة المباراة عليه بالإضافة إلى ذلك ملعب المريخ للأسف مغلق وبالتالي غير صالح لإقامة أي مباراة في هذه الفترة وهذا الملعب ملعب الجوهرة الزرقاء ملعب نادي الإيل هو الملعب الوحيد اللي بيصدقه في المباراة الدولية سواء للمنتخب السوداني أو حتى للأندية فبالتالي المباراة هتكون الساعة 3 العصر سواء للهلال وساندونز أو حتى المريخ والآلي ودرجة الحرارة في السودان حاليا قريبة شوية من درجة الحرارة في مصر ممكن في الصباح حوالي 28-29 درجة موية لكن في المساعة حوالي 19-20 درجة موية جوه مناسب ورطوبة في السودان حاليا لا تتعدى الـ 15% فبالتالي الجوه إن شاء الله هيكون لائخ لإقامة مباراة النادي الأهلي مع المريخ يوم السبت القادم ده كان أهم خبر في هذه اللحظات حبيت طبعا أقول كل المشاهدين قبل ما تترك إلى الترند المحلي